وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةٌ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب اسم الموصول وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قلب أشار في هذا البيت إلى أن صلة أل الموصولية التي تقدم ذكرها في قوله ومن وما وأل تساوي ما ذكر بيّن أن صلتها لابد أن تكون صفة صريحة مثال ذلك جاء الحافظ أي الذي هو حافظ وجاء المحمود أخلاقا وجاء الحسن وجهه وهكذا لا بد أن تكون صفة صريحة ثم قال وكونها بمعرب الأفعال قل وجد في بعض أشعار العرب وهذا على وجه القلة وجدت صلة أل فعلا معربا والفعل المعرب هو الفعل المضارع كما ذكرنا من قبل ومن ذلك قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته هذا جاء في أشعار قليلة وجمهور البصريين يخصونه بالشعر والصحيح أنه قليل كما قال المصنف رحمه الله تعالى وإلى اللقاءة إن شاء الله شكرا للمشاهدة